ذكرت مصادر مطالعة ان الولايات المتحدة الامريكية بدأت باجلاء نحو مئة جندي من قواتها الخاصة العاملين في اليمن وارجح المصدر نقلا عن الاسي ان ان الامريكية ان اجلاء الجنود بسبب تردي الوضاع الامنية في اليمن وفرار المئات من معتقلي تنضيء التنظيم القاعدة من السجون مشيرة الى ان هؤلاء الجنود يشكلون اخر دفع للقوات الامريكية جراء نشرها في اليمن في وقت سابق غادروا قاعدة العند الجوية في محافظة لحجوة تم نقلهم جوا الى جيبوتية